الكرام إذن الأجواء ستكون حارة بامتياز دائما فيما يخص المناطق الجنوبية وكذلك المناطق الشمالية أجواء ثقيلة راح نسجلها خلال ظاهرة اليوم ويرتقونه كذلك غدا وكان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه يخص المناطق الجنوبية بتسجيل درجات حرارة مرتفعة تتعدى 47 درجة كعلى مقياس تحت الظل كانت بداية من التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا على كل من ويرتقونه الوادي المغير توكورت وإنسالح وفي نفس السياق كانت قد صنفت مراكز الرصد الجوبية العالمية لنهار اليوم إذن ويرتقونه في المرتبة الثانية بتسجيل 48 درجة تليها توكورت في المرتبة الثالثة حسيم سعود في المرتبة الرابعة ب47 درجة المرتبة السابعة تيميمون ب46 درجة وأدرار في المرتبة الثامنة بتسجيل كذلك 46 درجة إذن لجواء حارة فيما يخص المناطق الجنوبية وهذا على غرار العديد من الدول بالنسبة لتوقعات أحوال الطقس خلاله إذن ظهيرة يوم الغد بحول الهلاثنين بالنسبة لتبسلج وستكون مشمسة ومستقرة بالنسبة للتيارت كذلك ستصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مع نسبة رطوبة تصل إلى 35% قلمة 32 درجة الرياح حوالي 30 كيلومتر في الساعة رح تتشكل كذلك خلايا رعدية منعزلة فيما يخص أغلب المناطق الداخلية للوطن ونفس الوضعية الجوية رح نسجلها بلمسيلة إليزي 43 درجة كذلك رح تتشكل بعض الرعودة المنعزلة ممكن تكون مرفقة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة تندوف 40 كيلومتر في الساعة تقسم شمس ودرجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة يوم الغد تقارب 36 درجة الغردية 42 درجة والجلفة رح نسجل في حدود 35 درجة إن شاء الله بالنسبة لتوقعات الوضعية الجوية خلال صباحة يوم الغد إن شاء الله دائما الرطوبة تقارب حوالي 20% فيما يخص تبسى درجات الحرارة الدنيا حوالي 22 درجة بإذن الله تيارة خلال الصباحة 15 درجة تقسى والأجواء ستكون مغشات جزئيا حتى فيما يخص المناطق الداخلية احتمالكم في تشكل بعض الرعودة المنعزلة لمسيلة حوالي 25 درجة اللحظة أن المناطق الداخلية تعرف أجواء حارة نسبيا خلال الصباحة إليزي 32 درجة بإذن الله خلال صباحة يوم الثنين وتين دوف رح نسجل في حدود 17 درجة والرطوبة 25 بالمئة بينما الرياح خلال الصباحة ستقارب 25 كم في الساعة غردا 29 درجة والرطوبة في حدود 20 بالمئة بينما الجلفة ستصل درجات الحرارة إلى حوالي 18 درجة خلال الصباحة إذن حالة أو إذن فيه تطاير كتيف للزوابع الرملية الرياح ستكون قوية نوعا ما فيما يخص المناطق الجنوبية تصل حتى 50 كم في الساعة إذن سيكون فيه تطاير كتيف للزوابع الرملية على وسط الصحراء والجنوب الغربي وقد تصل إذن الزوابع الرملية حتى فيما يخص السواحل الشرقية خلال يوم الغد بحول لها الأثنين وكذلك على المناطق الداخلية الشرقية للوطن لكن نقول الحيطة والحذر لمستعملية طرقات فيما يخص الولايات الجنوبية بالنسبة لحالة البحر اليوم الغد إن شاء الله حالة البحر إذن اليوم الغد الأثنين سيكون البحر إن شاء الله قليل الإثرة بلا مسترب على أغلب السواحل الوطنية الرياح تتراوح سرعة تامة بين 10 إلى 20 كم في الساعة على السواحل الشرقية والوسطى بينما ستكون الرياح قوية على السواحل الغربي سنسجل حتى 50 كم في الساعة الرؤية متوسطة علو الأمواج سيتراوح من بين المتر إلى المتر ونصف وحرارة مياه البحر ستصل إلى 22 درجة وهذا على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين دائما تبقى الأجواء ثقيلة حارة مع تسجيل تساقط بعض الأمطار الرعدية خلال ظهيرة يوم الغد الأثنين على أغلب المناطق الداخلية للوطن بإذن الله أكيد أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أحلام شكرا لك هنا أخوة طريقة على كل هذه التفاصيل إذن قبل أن نفتح مشاهدين